بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأسكتسي مرحبا بكل ما الالتحق بقناتي رح نقدر اختبار الفصل الأول في مادة التاريخ والجغرافيا السنة أولى متوسط نبدو على بركة الله رح نقلل أسئلة كاملة ونقسموا الإجابات الجزء الأول مادة التاريخ السؤال الأول أكمل ما يلي الآثار يعني أعطيني تعريف الآثار ثانيا ما قبل التاريخ ما قبل التاريخ السؤال الثاني ضع صحيح أو خطأ أمام العبارات التالية التاريخ هو علم لدراسة المستقبل اكتشف الإنسان النار في العصر الحجري الحديثة كربون 14 يستعمل لمعرفة عمر العظام مارس الإنسان الزراعة منذ العصر الحجري القديم السؤال الثالث رتب بالأرقام خطوات دراسة الأثارة التالية التنقيب في الموقع الأثاري الدراسة والتحليل والنشر تحديد الموقع الأثاري تصنيف وتأريخ الأثاريات طبعا هذا الموضوع عبارة عن مراجعة عن ما درسته من المفروض أنك ركحافظ دروسك وراك جاوب معايا أنا نقل السؤال شفاويا وانت جاوب شفاويا بعد ذلك سنقوم بمقارنة الإجابات مع بعض أجل الثاني في مادة الجغرافيا السؤال الأول أكمل الفراغات التالية يبلغ عدد كواكب المجموعة الشمسية وتحتل الأرض المرتبة بحيث تقدر مساحتها وتبعد الأرض عن الشمس بمسافة بحيث تدور الأرض دورتين الأولى وتستغرق مدة والثانية وتستغرق نملأ الفراغات نذهب الآن إلى السؤال الثاني أربط بسهما لعبارات التالية خطوط الطول دوائر العرض مدار السرطان مدار الجدي 180 خط 360 خط 23.5 شملا 23.5 جنوبا السؤال الثالث ما هو الدليل على أن الأرض كروية الشكل إذن أنا ما عليك إلا أنك توقف الفيديو وجاوب الروحك أو من بعد جاوب مع قال إجابتك مع الإجابات النموذج لا أذهب أنا إلى الإجابات النموذجية إذن أولا الآثار الآثار هي كل الأشياء التي خلفها الإنسان القديم أو استعملها في حياته مثل أدوات الصيد والأواني الفخارية والرصوم هذا هو التعريف إذن الآثار هي كل الأشياء التي خلفها الإنسان القديم أو استعملها في حياته مثل أدوات الصيد والأواني الفخارية والرصوم ما قبل التاريخ هي الفترة الممتدة من ظهور الإنسان إلى غاية ابتكار الكتابة سنة 3200 قبل الميلاد الإجابات اكتشاف الإنسان اكتشف التاريخ وعلم لدراسة المستقبل خطأ اكتشف الإنسان النار في العصر الحجري الحديث صحيح كربون 14 يستعمل لمعرفة عمر العظام صحيح مالس الإنسان الزراع منذ العصر الحجري القديم خطأ السؤال الثالث نرتب بالأرقام خطوة دراسة الأثار إذن الأول تحديد الموقع الأثاري ثانيا التنقيب في الموقع الأثاري ثالثا الدراسة والتحليل والنشر رابعا تصنيف وتأريخ الأثاريات نملأ الفراخات إذن يبلغ عدد كواكب المجموعة الشمسية تسعة كواكب وتحتل الأرض للمرتبة الثالثة بحيث تقدر مساحتها بخمسمائة وعشر مليون كيلومتر خمسمائة وعشر مليون كيلومتر وتبتعد الأرض عن الشمس بمسافة مئة وخمسون مليون كيلومتر بحيث تدور الأرض دورتين الأولى حول نفسها وتستغرق مدة أربعة وعشرون ساعة والثانية حول الشمس وتستغرق سنة كاملة ثلاثمائة وستون يوم نربط بالأسهم خطوط طول ثلاثمائة وستون خط دوائر العرض مئة وثمانون خط مدار السرطان ثلاثمائة وعشرون فاصل خمسة درجة شمالا ومدار الجدي ثلاثة وعشرون فاصل خمسة درجة جنوبا الدليل على أن الأرض كراوية الشكل تؤكد الأقمار الصناعية أن الأرض كراوية الشكل بتعاقب الليل والنهار وبفضل رحلة ماجلان من الغرب وعاد إلى نفس المكان من الشرق هذا الدليل على كراوية الأرض تمنيتي لكم بالتوفيق في هذا الاختبار وإلى لقاء في فيديو أخر